المؤتمر العلمي الدولي الأول لمنظومة العدالة الجنائية في ليبيا هو باكورة عمل مركز البحوث الجنائية والتدريب الذي استحدث قبل عام تقريبا برئاسة النائب العام وعضوية أساتيتة ومستشارين في سلك القضاء مركز البحوث الجنائية والتدريب هو مركز وليد ولكنه نشيط جدا عند إدارتين رئيسيات إدارة البحوث وإدارة التدريب والمجلس العلمي الذي يتكون من عديد من الأعضاء من مستشارين من محكمة العليا والمحاكمة الاستئناف ومن أعضاء هذه التدريس من مختلف الكليات على مستوى ليبيا ومن مختلف التخصصات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والفلسفية ما مدى ملأمت هذه القوانين التي مضى على إصدارها 70 سنة للتطورات الاقتصادية والسياسية والتقافية والحضارية والاجتماعية في المجتمع الليبي كما نعلم بأن المجتمع الليبي ليس معزولا عن بقي دول العالم فيتبادل معها المنافع والمصالح والتجارة وميلاء ذلك وخاصة في عصر التقنية والمعلومة وكذا تحديث منظومة القوانين الليبية وملأمتها للتطور والتقدم في مختلف الأصعدة من خلال البحوث العلمية والندوات والمؤتمرات هي من أهم أعمال إدارة البحوث بالمركز تهتم إدارة البحوث هي تنفذ سياسة المركز فيما يتعلق به وهو محور المؤتمر فيما يتعلق بتقييم منظومة العدالة الجنائية تحديدا والرقي بها وبذلك من خلال إجراء البحوث والدراسات والإحصاءات المتعلقة بمعدل الجريمة والتي من خلالها يتم التعامل أو تم تعديل التشريعات أو إصدار التشريعات جديدة إذا ما تطلبت الضرورة ذلك مجلس الإدارة وإدارة البحوث وإدارة التدريب والمجلس العلمي الاستشاري هي أركان مركز البحوث الجنائية والتدريب تعمل ضمن منظومة واحدة لتطوير قوانين العدالة الجنائية وتقديم المشورة والعون لعضاء النيابات والهيئة القضائية محمد النبوت ليبيا الأحرار طرابلس